وسط أجواء أمنية مشددة أقيم الصلاة العيد في جامع السابع عشر من رمضان وسط العاصمة بغداد بعد أن أعلنت الهيئة العليا للرؤية الشرعية اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وهو ما تزامن مع إطلاق الخطة الأمنية لحماية العاصمة وتأمين مواطنيها لمنع وقوع أي هجمات قد تعكر أجواء المناسبة حيث بينا قائد الفرقة السادسة عن اتخاذ إجراءات احترازية تعتمد على الجهد الاستخباراتي ونشر عناصرهم بالزي المدني لفرض الأمن والسيطرة على أي خرق قد يحدث تسند هذه الخطة التعبوية خطة استخبارية تشمل عناصر استخبارات يرتدون الزي المدني ينتشرهم في المناطق المهمة من فوج استخبارات واستطلاع قيادتنا وكذلك الوكالات والأجزة الاستخبارية العاملة ضمن القاطع مدير شرطة النجدة في بغداد بينا للحرة توجيه جميع أمراء القواطع المنتشرة في بغداد بالعمل على تكثيف دوريات ثابتة ومتحركة تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي تحرك مشبوه أو أي محاولة للإخلال بالأمن بالإضافة إلى تعزيز دورهم الإنساني والخدمي أكدنا وين المناطق المزدحمة يعني مناطق التبضع مناطق المتنزهات مناطق الموالات دور العبادة وكذلك حتى المقابر الحسينيات الجوامع سواسية نحمي كل أطياف مواطنين وكل مناطقنا من أجل أنه يشعر المواطن بالاطمئنان من جانب آخر لم يستبعد خبراء أمنيون حدوث هجمات انتقامية لعناصر التنظيم داعش خلال أيام عيد الفطر تقوم بها خلاياه النائمة بعد الخسائر التي مني بها في محافظة نينوى مستدركين أن خطة هذا العام يبدو أنها مختلفة عن السنوات السابقة نتيجة اعتمادها أكثر على الجهد الاستخباراتي ليست خطة ميدانية هي خطة استخبارية هي خطة فنية هي خطة معلوماتية أعتقد أن حتى عمليات غلق الطرق وغلق المنافذ وغلق القاعات والساحات الكبيرة سيكون أقل بلحاظ العام المنقضي وذلك بسبب السيطرة الاستخبارية والسيطرة الأمنية جهاز المخابرات الوطنية عدى أيضا يتابع بدقة عن كثب هذا التنظيم داخل بغداد لذلك أعتقد أن هذه المرة هي خطة استخبارية أكثر ما هي عسكرية وميدانية مديرية المرور العامة أعلنت أيضا عن خطتها الأمنية الخاصة بالقطوعات المرورية والتي شملت جانبي الكرخ والرصافة ومنع دخول المركبات الحمل الكبيرة والعجلات التي تعتمد على الوكالة في قيادتها موفق بجيل الحرة بغداد موسيقى 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 موسيقى